لكن أصعب الرحلة ستقودك نحو أعظم الأماكن فكلما ارتفعت إلى الأعلى زاد المنظر جمالا هذا يستحق العناء في النهاية وإن أظهرت معدنك سيبرز في حياتك الأشخاص المناسبون لن تكون ذئبا وحيدا للأبد لديك صفات قلة فقط بوسعهم احترامها لأن معظم الناس لا يمتلكونها لديك قدرات فقط قلة بوسعهم فهمها لأن معظم الناس لم يسبق لهم أن جربوا الشعور بها لذا لا تستسلم لا تهدأ لا تخفض من توقعاتك لكي تتكيف مع العالم ولدت لتكون مميزا ولدت لتقود قدر قطيع يقال أن الذئب الموجود أعلى التل لا يكون جائعا إطلاقا مثل الذئب الذي يتسلق التل كن دائما ذلك الذئب الذي يتسلق التل كن دائما جائعا للمزيد كن جائعا لأجل النمو لتغذي عقلك ولترتقي لأعلى مستوى يمكنك أن تقود نفسك لا تنظر خلفك إطلاقا دائما انظر للأمام للوليمة التالية وليمة النجاح في كل ما تقوم به لا يهم إن اضطررت للمضي وحيدا لفترة ما أن تمضي وحدك في الاتجاه الصحيح أفضل لك من أن تتبع القطيع المتجهة في طريق الخاطئ ابقى قويا كن مختلفا مستقبلك يكمن بين يديك اخرج إلى هناك واصنع الذئب المستلقي في حقيقة الحيوان ليس جائعا كالذئب الذي يحارب من أجل البقاء الذئب الجائع لابد أن يخوض معركة أصعب لكل من يخوض معركته لوحده تذكر حياة أجدادنا البريغة الحشنة المحاطة بنعيق الغربان وعواب الذئاب حارب رغباتك السلبية حارب كل شخص يجذبك للأسفل القتال والسقوط أفضل من العيش بدون أمل يجب أن تتعلم النجاة والبقاء على قيد الحياة ولا تدع مخاوفك لا تدع اليأس يقف في بردك كن قويا وبقى حازما شديدا هذا الطريق صعب وطويل لكن يجب أن تمضي قدما من أجل الذين رحلوا بعيدا عنك تحمل واصبر من التحمل سيقودك إلى أعظم نهاية لهذه الرحلة كن قويا وتقدم كن قويا وامضي قدما بالنهاية ستدرك أنه يستحق كل هذا العناء وإذا وقفت بجانبي ما تؤمن به وليس ما يقوله الآخرون سيظهر الأصدقاء والأقارب الحقيقيون لن تكون ذئبا وحيدا إلى الأبد لذا لا تنظر إلى الخلف فليست كل سحابة تظلم السماء تأتي بالمطر تطلع للمستقبل إلى الوجهة المشرقة إلى المصار الذي اخترته لا يهم إذا كان عليك أن تمشي بمفردك لفترة من الزمن على الطريق الذي اخترته أنت حتما سيكون طريقا أفضل من ذلك الطريق الذي تمشي عليه مع القطيع الطريق الذي يقنعونك بأنه هو الأفضل رغم عدم اقتناعك به أحترم شخصيتك وأخذ اختيارك بكل فخر حتى وإن كنت مخطئا لا يهم فقد علمتك الحياة درسا مجانية استفد منه لا تنساه وأخذ حذرك منه في كل مرة في المرة القادمة والتي بعدها فحتما ستكون هناك مرات قادمة أعلم أنك ستفشل ستختار اختيارا خاطئ لا رجعت فيه ثم تسقط فتسقط وبعد ذلك تسقط ولكن ستستمد مهم أخوشي درسا الفيديو باش نوضح لكم مش حمل حاجة اللي تقرب بنادم ما عارفاش الفيديو تقربين ذكره إياش وش حمل حاجة ومنه فيديو تحفيزي الدرير اللي تقربين قدر يكونوا استسلموا فهمشي بحالك يتقول هبط السلاح مقدرش يكمل مهم الدرير درسا الفيديو باش نوضح ش حمل حاجة أنا لتقربين كتشوفوني حالي ينتلت سنين ونختم الشام دار بالرأسي كده وكده وهادي القرايا من هنا ومعارض شناه وواله وبقيم قاشل وكتشوفوه قريب يلا قريب السلب أبوني وبقيم قاشل فهمشي عندي وحد الهدف اللي غلو صلي وغلو صلي وحارفت غلو صلي وخماش ني طرع تقربين وخماش ني وقف قدامك رتاجة ما عاش خلع كل شي مهم قدر نقول لكم غير تقاتلو غير تقاتلو غش وصلو غش وصلو وهذا ما يصرش قاعد ديا بالدراري كنت شاق فيكم واحد واحد وقدر نغبر عليكم شي ليا فهم شي معان دي شي دوره وفش حاجة هذه القرائم اللي عيباش نكملوا وعود رجع الخدم والله يسهل على الجامعة الدراري وكن بغيكم بزاف اخوشي واخت السنين احنا مداربين كده ولبطة ولاش لقدر نكون خليت شي حاجة بنادم مني السافد مني وليقدر نوريش عليكم اللي شي تحكرة سمش عليكم وكنشكور قاعد لي وكانوا يصبوني وانتاقدوني على الود بناء دي بخر هانيأ كنت مستطع العقرات على دار بناء دي وكنت لتشكرا و شاء الله اخوتي بتقاشعوني فيديو جديد ودرسمانة ودرسمان الجيل قدر بعدين نحبس مو امدراري كانت شيئا غير انستغرام تواصله معي اردوش حمل حاجة نشرح عليكم و شاء الله اخوتي اشتركوا في القناة